السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مع عزائي الطلاب والطالبات في درس الأعداد المركبة ونظرية ديم وافر تعلمنا في الدرس السابق أيها الأخوة الكرام والأخوات اللي هو إيجاد الصورة القياسية أو القيمة المطلقة للعدد المركب من خلال قانون الطول اللي هو قانون فيثاغورس بالإضافة إلى إيجاد زاوية الاتجاه ويعني أخذنا أمثلة على هذا الكلام اليوم نواصل الحديث عن الأعداد المركبة سنأخذ مجموعة من الأفكار دعونا نتذكر معا ماذا تعلمنا في الدرس السابق وما هي محتويات هذا الدرس تكلمنا عن القيمة المطلقة للعدد المركبة والصورة القطبية للعدد المركب اليوم بإذن الله سنبدأ في موضوع ضرب وقسمة الأعداد المركبة ثم نترك القسمة إلى الدرس القادم وإنما سنأخذ فقط اليوم عملية الضرب بالإضافة إلى التحويل ما بين الصورة الديكارتية والصورة القطبية للعدد المركب ثم سنأتي إلى النظرية الديموافرة التي هي رفع العدد المركب إلى أس مثلا أس خمسة بهذه الصورة كيف نرفع إلى أس خمسة إلى أس سبعة وهكذا ثم سنأخذ في الختام جذور العداد المركبة بإذن الله تعالى في اللقاءات القادمة قلنا أن العدد المركب دائما يتكون من مركبتين يتكون من مركبتين مركبة حقيقية ومركبة تخيولية مركبة حقيقية ومركبة تخيولية المركبة الحقيقية دائما ما تمثل على محور X والمركبة التخيولية دائما ما تمثل على محور Y ويمثل العدد المركب دائما بجزء حقيقي وجزء تخيلي قد يكون جزء حقيقي غير موجود ولكن نعتبرها الصفر ويكون عدد تخيلي بحت أو يكون قصب التخيلي غير موجود ويسميه عدد حقيقي بحت ولكن في العموم بإمكاننا تعبير عنها جميعاً كأعداد مركبة تكلمنا في البداية عن قياس العدد المركب أو القيمة المطلقة لأدد المركب من خلال هذه العلاقة قلنا نأخذ المعامل الحقيقي ونربع ونأخذ المعامل التخيلي ونربع ثم نأخذ جذر اللي هو المعامل الحقيقي تربيع زائد المعامل التخيلي تربيع من خلال النموذج الشهير الذي تعرفنا عليه وتعاملنا معه كثيرا يعني في هذا المقرر حتى الآن هذه المرة الثالثة نتعامل مع نفس النموذج للإحتاثيات ثم أخذنا لهو إيجاد قياس زاوية أو تعبير عن المتجه بالصورة القطبية وقلنا أن العدد بالصورة الديكارتية سيكون A زائدا بI ولكنه في الصورة القطبية سيكون R في كوساين ثيتا زائدا I ساين ثيتا بهذه الصورة وسمينا هذه صورة ديكارتية وهذه تكون صورة قطبية لنفس العدد المركب وقلنا أنه بإمكان الحصول على ثيتا من علاقة التان من علاقة التان حيث أن البي هي الضلع المقابل والأي هي الضلع المجاور وبالتالي سيقول أن ثيتا تساوي تان انفرس لي بي على أي مع الملاحظات على هذا القانون نحن قلنا عندنا ملاحظتين أنه إذا كانت الأكس سالبة أو نقول الأي سالبة فإن يجب علينا النظيف 180 درجة وإذا كانت الأي صفر فالآلة الحاسبة لا تحسب لي مقدار الثيتا وإنما يجب علي أن يكون عارفا أن المقدار من غير على حاسبة أقول إما تسعين درجة أو ميتين وسبعين درجة على حسب قيمة البي هل هي موجبة أو هل هي سالبة بهذه الصورة طبعا هذا هو النموذج الذي احنا تعرفنا عليه وتعاملنا معه كثيرا يعني من بداية دراستنا فأخذنا في درس المتجهات واخذنا أيضا في التحويل من صورة قطبية إلى صورة ديكارتية ومن صورة ديكارتية إلى صورة قطبية كذلك أخذنا في الأعداد المركبة في درس اليوم سنركز حقيقة على تمثيل العدد المركب تمثيل العدد المركب وأيضا سنبدأ بالعمليات على الأعداد المركبة شوفوا معي المثال ثلاثة قالك مثل العدد الذي هو زد يساوي ثلاثة كوساين باي على ستة زائد آي ساين باي على ستة في المستوى القطبي ثم أعبر عنه بالصورة الديكارتية طبعا لاحظ معي هنا أن هذا العدد موجود بالصورة القطبية الار فيه تساوي ثلاثة والثيتا تساوي باي على ستة طبعا باي على ستة راديان تساوي مثل ما احنا عرف أنها تساوي ثلاثين درجة فبالتالي أنت تقوم برسم خط مستقيم بهذه الصورة وبالتالي تبحث عن الدائرة الثاثة هذه الدائرة الأولى تركناها الثانية تركناها هذه الدائرة الثاثة نقوم بتمثيل النقطة الأحداثية بهذه الصورة وبالتالي نقول أن هذه النقطة هي ثلاثة وبيع على ستة بالصورة القطبية وبالتالي يمثل العدد دائما بهذه النقطة بهذا الشكل طبعا إذا حبيت أني أحول العدد لصورة ديكارتية كل ما علي أني أقوم بعملية الضرب زي ما كنت أوزعنا الضرب على الجمع فبالتالي رح أضرب الثلاثة في cosine البي على ستة لأننا نعرف كذا أن الـ x هي عبارة عن R في cosine ثيتا وبالتالي يلاحظ أن هذه هي الـ R وهذه هي الثيتا أما الـ y فهي عبارة عن R في sine الثيتا فلاحظ أن هذه الـ R بضربها في sine ثيتا ولكن العدد المركب هو عبارة عن x زائد Y فبالتالي هذه عبارة عن R sine وهذه عبارة عن R sine فبالتالي I دائماً تكون مربوطة بالSine مربوطة بالY أو مربوطة بالSine فبالتالي إذا أردت الحصول على الصورة القطبية الديكارتية لهذا العدد فكل ما علي أني أقوم بالضرب أضرب إيش أقول Z يساوي ثلاثة في كوسين البي على ستة التي هي ثلاثين درجة زائداً ثلاثة في سين البي على ستة طبعاً مضروبة في إيش مضروبة في I بهذه الصورة طبعاً كوسين الباي على 6 أو كوسين 30 درجة هي جذر 3 على 2 فبالتالي هذا حيصير 3 في جذر 3 على 2 بهذه الصورة زائداً ساين باي على 6 أو ساين 30 درجة حيكون نصف ضرب 3 فيصير 3 على 2i فبالتالي تعتبر هذه الصورة الديكارتية للعدد المركب الصورة الديكارتية للعدد المركب دعونا نرى تحقق من فهمك ذلك من نفس الطريقة ونفس الأسلوب قال لك الـ R هنا 5 و الثيتا طبعاً 3 باي على 4 طبعاً لما نقول أنا 3 باي على 4 كم تكافر طبعاً هنا لازم يصبح عندك مهارة التحويل ما بين الراديان والدرجات فالباي تعادل 180 درجة تقسيم الـ 4 ستصبح 45 ضرب 3 ستصبح 135 فبالتالي هنا الثيتا هي 135 درجة فأنا بروح عند الـ 135 واروح للدائرة الخامسة فبالتالي أنت تصنع خط مستقيم هذا الشكل الدائرة الأولى تتركها الثانية الثالثة الرابعة وهذه هي الدائرة الخامسة إذن هذه النقطة هي 5 و 3 باي على 4 أو 135 درجة إذا حبيت أنك تحسب اللي هو الصورة الديكارتية لهذا العدد فلاحظ معي أني أنا سأقوم بحساب اللي هو هذا المسقط كم يساوي وهذا المسقط كم يساوي طبعاً سأقوم بالحساب الآن من خلال الضرب 5 في كوساين 135 درجة ببكارك باستخدام الآلة الحاسبة يعني إذا حبيت ولكن يفضل مثل الزوايا الشهيرة هذه أنك لا تستخدم الآلة الحاسبة فبالتالي سيصير سالب 5 جذر 2 على 2 فبالتالي سنقول هنا أن زد تساوي سالب 5 في جذر 2 على 2 موجب 5 في جذر 2 على 2i لأن هنا لاحظنا أنه سيكون بالموجب ولكن الـ x ستكون بالسالب بهذه الصورة فبالتالي كذا نكون نمثلنا العدد بصورة الديكارتية نأتي الآن إلى المثال الثاني قالك 4 في كوساين 5 باية على 3 5 باية على 3 اللي هي الزاوية 300 الزاوية 300 والـ R هنا تساوي كم؟ تساوي 4 والثيتة زي ما قلنا أنها تساوي 300 درجة وبالتالي سنقوم الآن بتمثيلها فبالتالي سوف أضع خط عنده اللي هو الزاوية 300 وأروح للدائرة الرابعة وأمثل النقطة بهذه الصورة فبالتالي هذه النقطة هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن 4 و 5 باية على 3 أو 300 إذا حبيت أني أكتب العدد بصورة الديكارتية فرح أضرب فيه الكوساين فأقول 4 في كوساين 300 كوساين 300 طبعا تساوي مثل ما نعرف أنها تساوي نصف موجب فبالتالي 4 أضرب نصف سيصير 2 زايد دعنا نكتبها بالقانون يعني اللي ما ركز معنا ممكن أنه يتابع معنا بشكل جيد نقل 5 باية على 3 أو 300 زايدا 4 في ساين 5 باية على 3 طبعا نحن ناخذ هذه ولا ننسى اللي هو العنصر الواي دائما يكون مربوط بالآي فبالتالي هنا سنقول 4 في كوساين 300 درجة كوساين 300 درجة قلنا تساوي نصف فبالتالي 4 في نصف ستصير كم؟ ستصير 2 أما ساين 5 باية على 3 فتصير هي سالب جذر 3 على 2 لاحظ هنا بالسالب فبالتالي ستصير سالب جذر 3 على 2 فبالتالي ستكون ناقصا 2 في جذر 3 آي بهذه الصورة وبذلك يعني نكون بحمد الله تعالى أنهينا هذا المثال أحب أن أنبهي لنقطة مهمة جدا قبل الدخول في العمليات على الأعداد المركبة هناك بعض الطرق تساعدنا على الوصول للإجابة بشكل سريع صراحة يعني خصوصا في الزوايا الشهيرة خصوصا في الزوايا الشهيرة فمثلا لو كان عندي أنا عددين متشابهين مثلا 2 زائد 2 آي يعني يكون عندي مثلا نفس العددين الآن 2 زائد 2 آي فمعناته هنا أن نفس الساين الكوساين سيكون نفس الساين أو المقدار الأكس نفس المقدار الواي فبالتالي ستكون الزاوية هي الزاوية اللي هي منتصف الربع الأول منتصف الربع الأول اللي هي كم؟ اللي هي 45 درجة فالثيتا هنا ستكون 45 درجة مثلا طيب لو كان عندي تغيرت إشارة حيث يكون X سالبة 2 زائد 2 آي فهنا لاحظ الأكس سالبة الأكس سالبة والواي موجبة إذا صارت الأكس سالبة والواي موجبة فإحنا في الربع الثاني في الربع الثاني ما هو منتصفه؟ منتصف الذي هو 135 درجة فكذا أنا ممكن أجيب الزاوية يعني أضعها بدون قوانين بإمكاني بمجرد النظر طالما أن هذا المقدار نفس هذا المقدار ولكن مختلف الإشارات طيب لو جاءني هنا 2 وهنا سالبة 2 آي مثلا بهذه الصورة يعني خلنا نقول كذا 2 ناقص 2 آي فهذه في الربع الرابع فتصير 315 درجة طيب لو جاءتني سالبة 2 سالبة 2 آي فبالتالي هنا زاوية ستصير 225 درجة يعني هذه الفكرة حلو أن الواحد يضعها في باله بالنسبة للـ R إذا جاني العدد متشابه فأنا أخذ نفس العدد أضربه في جدر 2 فأقول 2 في جدر 2 هذا الـ R مباشرة لماذا؟ لأننا عندي هنا مثلث نحن نعرف المثلث الذي هو متطابق الظلعين إذا كان عندك هنا 45 وهذا الظلع 2 وهذا الظلع 2 فهذا الظلع على طول حصير 2 في جدر 2 طيب لو كان هذا 3 و 3 تقول 3 في جدر 2 يعني لو جاءك مثلا 5 زائدا 5 آي وتقول على طول الـ R تساوي 5 في جدر 2 نفس الرقم أضربه في جدر 2 والثيتا هذه في الربع الأول فبالتالي ستصير 45 درجة بهذه الصورة كذا نستطيع الوصول للإجابة بشكل أسرع من هذه المسألة إذا حبيتوا نتأكد من فهمنا للشغلة هذه دعنا نأخذ مثال لو جاءك مثلا سالب 4 موجب 4 آي مثلا بهذا الشكل كم مقدار الـ R ستقول الـ R تساوي لاحظ هنا 4 و 4 أو أقول 4 في جدر 2 لأن العدد هذا متشابه مع هذا أما الثيتا فهذه في الربع هذه تقع في الربع الثاني لأن الـ X سالبة و الـ Y موجب الـ X سالبة و الـ Y موجب منها بيصير هنا في الربع الثاني فالتالي الثيتا حصير 135 درجة بهذه الصورة يعني هذه من الأفكار الجميلة اللي الممكن الواحد يحطها في ذهنه ممكن نعطيكم كل يوم مجموعة من القواعد اللي تساعدكم الوصول للإجابة دون استخدام الآلة الحاسبة ما ودي أكثر عليكم اليوم وخلونا اليوم ناخذ جزء بكرة ناخذ جزء على شوي شوي اليوم خلونا ندخل على العمليات على الأعداد المركبة طبعا نحن نعرف في العمليات الأعداد المركبة نعرف نقوم بإجراء عملية الضرب ونعرف نقوم بإجراء عملية القسمة كذلك حناخذ اللي هو عملية الضرب وعملية القسمة ولكن في الإحداثيات القطبية راح نلاحظ أن عملية الضرب وعملية القسمة ستكون أسهل بكثير من الصورة الديكارتية نتذكرون لما كنا نريد مثلا ضرب العدد مثلا 2 زائد 3i ضرب مثلا 5 ناقصا 2i مثلا على سبيل المثال تكلمنا عنها هذه في درس التهيئة لهذه الوحدة كنا وش نسوي كنا نضرب الأول في الأول فنقوله 10 وبعدين 2 في سالب 2i تصير سالب 4i وبعدين 3i في 5 ستصير موجب 15i وبعدين موجب 3i مع سالب 2i سالب 6i تربيع هذه تربيع تصير سالب 1 سالب 1 نضرب في 6 تصير موجب 6 وخلاص بهذا الشكل ثم تقول 10 زائد 6 تصير 16 وهنا زائد 11i بهذه الصورة طبعا لاحظ العملية أخذت مننا شوية وقت وفيها شغل ولكن راح نشوف أن الضرب بالصورة القطبية سيكون أسهل بكثير بإذن الله كذلك في عملية القسمة لو يجيك مثلا 2 زائد 3i تقسيم مثلا 3 زائد 4i قلنا لازم نضرب في المرافق اللي هو 3 ناقصا 4i 3 ناقصا 4i وبعدين هنا نضرب أدد في مرافق حيطيك 3 تربيع زائد 4 تربيع يلي ترجعون لدرس التهيئة وهذه نقوم بإجراء عملية الضرب زي ما سوينا العملية الضرب اللي فوق سنضرب 2 في 3 و 6 وهكذا حتى نصل إلى الإجابة طبعا العملية ستستغرق شوية وقت ولكن في الصورة القطبية ستكون العملية أسهل طبعا بالنسبة لنا عملية الرفع لأس كانت عملية معقدة أو شبه مستحيلة لو جاءك أنت خمسة زائدا 3i مثلا أو 6 فأنت تضطر أنك تقول 6C0 اللي هو مفكوك ذي الحدين خمسة أو 6 و 3i أو 0 زائدا 6C1 خمسة أو S5 و 3i أو S1 وهكذا تذكرون معي مفكوك ذي الحدين اللي أخذناه في مقرر رياضيات أربعة و حراجع بإذن الله تعالى في المقرر هذا بس لما ندخل في الوحدة الثالثة حتى نصل إلى 6C6 والخمسة صارت أو 0 و 3i و 6 بهذه الصورة طبعا ستفك وتجمع بعدين القيم الحقيقية و القيم التخيلية مع بعض طبعا العملية هنا صعبة و طويلة شوية ولكن بالصورة القطبية سنلاحظ أن المسألة ستكون عبارة عن خطوة واحدة فقط و سطر واحد فالعمليات أعداد مركبة بالصورة القطبية أسهل بكثير بالصورة القطبية ستكون أسهل بكثير من الصورة الديكارتية كذلك عملية أخذ الجذر يعني لو أقول لك أوجد لي الجذور الخمسة اللي هي العدد ثلاثة زائدة اثنين أي طبعا هذه كانت مستحيلة بالصورة الديكارتية ولكن في الصورة القطبية راح نشوفنا بإمكاننا نوجد ما نجيب جذر واحد نجيب خمسة جذور لأن في العداد المركبة في العداد الحقيقية يمكن يصير عندي جذر يمكن يصير عندي ثلاثة يمكن يصير عندي خمسة تتذكرون في مقرر رياضيات ثلاثة قلنا الحلول الممكنة ولكن في العداد المركبة حيكون عندك أكيد خمسة جذور مختلفة فبالتالي أنت مضطر تجيب خمسة جذور أي واحد منها لو رفعت الأس خمسة يعطيك ثلاثة زائدة اثنين هاي راح نشوف وش الآلية اللي نجيب فيها الجذور في العداد المركبة إن شاء الله هذا كله راح نتعلم على مدار الحصص القادمة والأيام القادمة ولكن اليوم كذا زي ما تقول نحب نسخن كذا قبل ما ندخل المباراة بعملية الضرب عملية بسيطة ويسيرة خلونا نشوف الآن اللي هو القاعدة اللي عندنا قالك إذا كان عندك عددين مركبين بالصورة القطبية العدد الأول زد 1 يساوي R1 في كوساين ثيتا 1 زائد I ساين ثيتا 1 والعدد الثاني زد 2 اللي هو R2 في كوساين ثيتا 2 زائد I ساين ثيتا 2 إذا حبيت أنك تضرب العددين فكل ما عليك أنك تسوي أنك تضرب R في R وتجمع الثيتا مع الثيتا طبعاً بالصورة القطبية بنفس الصورة القطبية لكن أضرب R في R وأجمع الثيتا مع الثيتا الآرات نضربها والثيتات نجمعها الآر الطول أو القياس نضربها والزوايا الثيتات نجمعها خلونا نشوف المثال البسيط هذا عندنا مثال رقم 4 قالك أضرب العددين المركبين هذه بالصورة القطبية فأحنا الآن سنقول أن Z1 ضرب Z2 يساوي Z1 ضرب دعنا نكتبها زين ما عليش يلا Z1 ضرب Z2 يساوي طبعاً هنا يا أخواني الكرام وأخواتي ما رأيكم عملية الضرب هنا عملية الضرب داخلي أو عملية الضرب اتجاهي ها شرايكم لاحظ هنا العملية عملية ايش هنا ضرب عداد مركبة ما لها دخل لا هي ضرب داخلي ولا هي ضرب اتجاهي هذه كل في المتجهات إحنا خلصنا من المتجهات الحين دخلنا على الأعداد مركبة فأنا قاعد أضرب عددين مركبين لا هي عملية ضرب داخلي ولا عملية ضرب اتجاهي فكتبتها النقطة ولا كتبتها هكس هي ضرب عداد مركبة ضرب عداد مركبة لا هي ضرب داخلي ولا هي ضرب اتجاهي لا نخلط ما بين المفاهيم اللي احنا تعلمناها يلا بضرب الحين الاثنين في الاربعة أقول اثنين ضرب اربعة ضربت الار في الار كوساين بإمكانك تحولها إذا حبيت تحولها إلى الدرجات أسهلك في الجمع فلا يمنع أنك تحول الزوايا إلى درجات خمسة باي على ثلاثة طبعا تقول باي اللي هي مية وثمانين على ثلاثة ستين ستين ضرب خمسة حتصير الزاوية هنا كم ثلاثمية والباي على ستة اللي هي مية وثمانين تقسيم ستة حتصير ثلاثين درجة فبإمكانك هنا تجمعها تقول 300 درجة زائداً 30 درجة نجمع الثيتات زائداً I sine 300 درجة زائداً 30 درجة بهذه الصورة طبعاً 2 ضرب 4 ستصبح 8 بطبيعة الحال وهنا cosine 330 درجة زائداً I sine 330 درجة كذا أوجدنا حاصل الضرب بالصورة القطبية لو حبيت تجيبها بالصورة الديكارتية أضرب 8 في cosine 330 طبعاً cosine 330 عبارة عن جذر 3 على 2 ضرب 8 فبتصير 4 في جذر 3 أما sine 330 فهي عبارة عن سالب نصف سالب نصف ضرب 8 ستصير سالب 4 ولا ننسى الآي لا ننسى الآي كثير من الطلاب ينسون الآي كيف يصير عدد مركب وما حطيت فيه قسم تخيلي لازم تحطيش الآي إلا إذا كان القسم التخيلي يساوي صفر بعد عاد الشك ولا الله لكن طالما فيه عندك عدد لا تنسى الآي لا بد أنك تتذكر الآي خلونا نشوف الآن عندنا المثال الآخر عندنا مثال تحقق من فهمك 4 يلا أول شي خلنحسب الزوايا فهذه الزاوية تساوي 60 درجة وهذه الزاوية تساوي كم؟ 45 درجة حتى تسهل علينا العمليات الحسابية بس في الجمع أسهل من جمع الكسور هو الخيار لك يعني في الأول في الأخير نضرب الثلاثة في الخمسة كوساين 60 درجة زائداً 45 درجة زائداً آي ساين 60 درجة زائداً 45 درجة بهذه الصورة الآن ثلاثة ضرب خمسة كم؟ 15 كوساين 105 درجات زائداً آي ساين 105 درجات طبعاً إذا حبيت تحولها للصورة الدكارتية هنا نحتاج شوية الآلة الحاسبة بينهم وبينكم لأن الزاوية 105 ليست من الزوايا الشهيرة جداً هي زاوية يعنيها نصف شهرة يعني ممكن واحد يعرفها عفواً هنا نقول 15 ضرب كوساين 105 المتميزين في رياضيات 5 يعرفون اللي هو أن الزاوية 105 كوساينها هو عبارة عن سالب جذر 6 مع جذر 2 على 4 طبعاً يعني يطلب معاك المقدار هذا ممكن تكتبه أنت بالفواصل حيصير سالب 3.88 مثلاً قول سالب 3.88 هذا اللي هو القسم الحقيقي أما القسم التخيلي فبالتالي بقول أنا بضرب اللي هو 15 ضرب ساين المية و 5 درجات طبعاً أو أضغط المساواة وأكتبها بالفواصل حيصير 14.48 هو 40 14 يعني 14.49 فنكتب هنا 14.49 إيش آي لازم هذا قسم التخيل اللي لازم أكتب فيه إيش لازم أكتب فيه الآي خلونا نشوف الآن الفقرة اللي بعدها برضو فقرة 4 بي بنفس الطريقة ونفس الأسلوب يلا نسمي بسم الله الرحمن الرحيم راح أضرب الحين الستة في الاثنين أقول ستة ضرب اثنين في كوساين نجمع الزوايا طبعاً هنا ثلاثة باي على أربعة ها حتصير 135 درجة اللي هي ثلاثة أرباع الباي ها ثلاثة أرباع النصف العلوي وهنا حتصير هذه الزاويا اللي هي كم مية وعشرين مية وعشرين درجة فلازم أصبح لديك مهارة في تحويل حتى تسهل عليك اللي هو إيجاد الزوايا زائداً آي ساين اللي هو هنقول مية وخمسة وثلاثين درجة زائداً مية وعشرين درجة وقفل القوس بهالطريقة هذه ستة ضرب اثنين حتصير 12 ستة ضرب اثنين حتصير 12 كوساين حتصير هذه 255 درجة زائداً آي ساين 255 درجة فبالتالي هنجي أيضاً هنحتاج أن نستخدم الآلة الحاسبة لأن برضو الزاوية هذه ما هي شهيرة مرة فبالتالي نقول ضرب كوساين 255 درجة بهذه الصورة فيطلاع معك الجواب طبعاً ممكن نأخذ بالفاصلة سالب ثلاثة فاصلة واحد مثلاً يعني سالب ثلاثة فاصلة واحد زائداً نشوف الآن عندنا طبعاً هنا لا ستصير ناقص لأن في الربع الثالث الـ X سالبة وال-Y سالبة بس نتأكد باستخدام الآلة الحاسبة سنقول بعد 12 ضرب ساين اللي هو 255 درجة فبالتالي ستصير سالب 11.59 سالب 11.59 حقيقةً كثير من الأساتذة يقبل بالخطوة هذه يقبل أنك تتوقف في الخطوة هذه وإذا قال لستاذ لا جب لي العدد بالصورة الديكارتية فكل ما عليك أنك تضرب مثل ما قلنا الـ 12 في تضرب الـ 12 في مثل ما عارفين و لا ننسى الى هو مين الى هو الـ i وجود الـ i هذا مهم جداً أيها الأخوة الكرام والأخوات وبذلك أنكم بحمد الله أنهينا قسمنا لهذا اليوم رأيكم أيضاً نأخذ مجموعة من التدريبات نأخذ تدريبات بسيطة قال لك مثل هذا العدد المركب يلا قال لك 4 في cos باي على 3 زائد باي على 3 فهنا باي على 3 هذه عبارة عن 60 درجة فأنا سأرسم خط مستقيم قلنا على 60 و أذهب للدائرة الرابعة 1 2 3 4 إذن هذه هي الدائرة المنشودة وبالتالي سأقول أنه هذه هي العدد المركب و لو أحب تحول للصورة الدكار سأضرب 4 في cos 60 cos 60 ساوي نصف وبالتالي سأعطيك 2 زائد 2 جذر 3 i ساين 60 جذر 3 على 2 ضرب 4 نفس الشي هنا لاحظ الر لا تكتب لك شي فإذا لا تكتب لك فمعناته الر هنا كم تساوي تساوي 1 1 فالواحد تتعرف إذا كان مضروب لا يكتب فبالتالي إذا لم يكتب الر فمعناته الر تساوي 1 لحد يقول الر 0 الر هنا لا تساوي 0 cos 11 pi على 6 pi على 6 30 ضرب 11 ستكون 330 هذه زاويتي و الر 1 بالتالي أول دائرة تصادفني وهذه الدائرة لاحظ أن هذه هي 11 pi على 6 و لو حبيت أنك تحسب العدد بالصورة الديكارتية أضرب 1 في cos 11 pi على 6 فبالتالي سيكون يساوي بجذر 3 على 2 ناقصا الذي هو نصف i بهذه الصورة فبالتالي يكون هذا هو العدد المركب بالصورة الديكارتية كذلك نختم بسؤالين للضرب على السريع هنا عندك زاوية 90 درجة التي هي pi على 2 و pi على 4 التي هي 45 درجة فبالتالي مباشرة سأقول أن حاصل الضرب سيكون عبارة 6 24 في 90 و 45 سيكون 135 درجة زايد i sin 135 درجة بهذه الصورة وبالتالي الآن أيها الأخوة الكرام إذا حبيت أني ما عليش نعدي هذه بس شوية بهذه الطريقة هذه إذا حبيت تحول للصورة الديكارتية كل ما عليك أنك تضرب 4 في cos 135 سيكون 12 12 جذر 2 i بالسالب وهنا سيكون موجب 12 في جذر 2 i بالموجب طبعا هنا بدون i ما عليش في cos لا يوجد i إلا مرة واحدة سالب 12 في جذر 2 موجب 12 في جذر 2 i حيث أن sin 135 موجب وcos 135 دائما سالب وكل جذر 2 على 2 لاحظ هنا أعطيك بالدرجات ريح شوية فبالتالي إذا حبيت تحسب فتضرب 5 في 2 تقول 10 في cos أجمع 135 و 4 سيكون 180 درجة زائدا i sin 180 درجة وبالتالي هنا سيصير الناتج طبعا تضرب كذا وجدناه بالصورة القطبية ولكن بالصورة الديكارتية cos 180 سالب 1 سيصير سالب 10 وسائل 180 0 سيصير زائدا 0 i فبالتالي 0 i لا نكتب ها نكتب على طول أنه سالب 10 و هنا أيها الأخوة الكرام يجب علينا أن ننتبه إلى نقطة محددة أن العدد المركب إذا كان موجود على محور x يعني كان العدد مركب هنا فهذا عبارة مثلا لو قلنا 3 سيصير 3 زائدا 0 i بهذه الصورة فنكتب 3 نكتب مباشرة ثلاثة ولو كان بالجهة السالبة هنا نكتب سالب 3 هذا زاويته كم الر عنده 3 و زاويته ولكن زاويته كم زاويته 180 درجة زي ما شفنا فالزاوية 0 والزاوية 180 هذه على محور x والزاوية 90 يعني لو جاءك هنا ثلاثة مثلا هذا نسميه 3 i هنا r ثلاثة ولكن ثيتا 90 درجة وإذا صار هنا نسميه سالب ثلاثة i فهو r عنده أيضا ثلاثة ولكن ثيتا 70 درجة فبالتالي ننتبه لمثل هلاشياء هذه إذا جاءتني الزاوية 0 أو 90 أو 180 أو 270 طبعا الصفر وال180 تعطيني عدد حقيقي بحت إذا كان عنده الصفر حيكون موجب وإذا كان عنده 180 حيكون سالب أما على محور y إذا كان فوق عنده 90 حيكون عدد تخيلي بحت زي 3 i 5 i ما في قسم بالمقدار السالب أتمنى تكونوا استمتعتم في درس اليوم شكرا لكم لحسن المتابعة نلتقيكم إن شاء الله في الدرس القادم على خير مع عملية القسمة وعملية الرفع لأس دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته